ثلاثية التخريب في الشرق الأوسط والمنطقة إسرائيل ومطيتها السعودية ومطيتهما فرنسا التي باتت الآن أكثر الدول الغربية تدخلا في شؤون الدول الأخرى وتشددا في مواقفها الدولية في الوقت الذي يضعف فيه نفوذها ويعاني جيشها من خفض ميزانيته وتتضاءل قوتها الاقتصادية وتتراجع شعبية رئيسها أولند بنتيجة عدها استطلاع لصحيفة هافينغ توم بوست أسوأ نتيجة لرئيس في ظل جمهورية الخامسة حيث وصلت إلى 15% أولند أمام سياساته الاقتصادية الداخلية وسياساته الخارجية التي تقوض من نفوذ بلاده وهيبتها يواجه مزيدا من المظاهرات ومواقف الصخط كما حدث مؤخرا في ذكرى الحرب العالمية الأولى في الشارع المؤدي لقفره فرنسا ترى في الدفاع عن إسرائيل والأنظمة الملكية في الخليج وعودا دبلوماسية وتجارية ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة إنما أيضا التأثير الاستراتيجي في المنطقة الذي تحاول الوصول إليه من خلال تعنتها في مفاوضات جينيف حول النووي الإيراني والذي أكدته زيارة أولند للكيان التي تستغرق ثلاثة أيام والتي أكد في بدايتها أن فرنسا لن تتراجع عن موقفها بالنسبة للملف النووي الإيراني وبحسب وصف صحيفة نيويورك تايمز أصبح الفرنسيون أكثر تشددا بينما أصبح الأمريكيون أكثر ليونة وفي إطار الحرب المسعورة ضد إيران وبرنامجها النووي كشفت صحيفة ساندي تايمز أن السعودية أعطت الضوء الأخضر للطائرات الإسرائيلية لاستخدام مجالها الجوي لشن هجمات محتملة على إيران من جهتها قالت صحيفة الاحتلال الإسرائيلي يديعوت أحرنوت أن الفوضى السائدة في الشرق الأوسط أدت إلى تلاقي المصالح بين إسرائيل والسعودية ودول الخليج في المواضيع الأمنية والسياسية حيث ترى السعودية ودول الخليج في إسرائيل عنوان الاستقرار والمصداقية بكل ما يتعلق في الصراع مع إيران والمضحك المبكي أن إسرائيل لم تجد من يتساوق معها إلا مشيخات النفط وعلى رأسها مشيخة آل سعود التي أصيبت بحالة من السعار خشية أن تجد نفسها أمام الواقع لأول مرة منذ عقود وتنكشف أمام مواطنيها بأن بناء الدول لا يتم باستئجار القواعد الأمريكية ترجمة نانسي قنقر